نادي الجلاء الرياضي تأسس عام 1986 بات في الآوينة الأخيرة من الأندية المعروفة على مستوى مدينة عدن من خلال احتلاله وصفت النسخة الأخيرة من بطولة المريسي الرمضانية وتقمصه دور الحصان الأسود في دور بلقيس الذي أقيم على مستوى أندية المحافظة العشرة المشروع طموح للنادي الواقع في مديرية خورمكسر تكلل باستخراجه قطعة الأرض الخاصة بالملعب لكن الإمكانيات المحدودة للإدارة بحاجة إلى دعم وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تشهيد الصرح الشباب والرياضي لأبناء المديرية نستغلها فرصة في التوغيف في الصيانة للنادي وتجهيز الملعب وأيضا نطلب من وزير الشباب الرياضة التماس همومنا وبشاكلنا في صيانة مبنى النادي وأيضا صيانة بلعب النادي توقف الأنشطة الرياضية جراء فيروس كورونا مثل فرصة للقائمين على نادي الجلا من أجل القيام بأعمال ترميم والبناء في الصالة الرياضية والمحلات التجارية لكن تلك الأعمال تتعثر نتيجة غياب الدعم ما دفع أعضاء الإدارة إلى مناشدة الجهاز ذات الشأل للمساعدة في استئناف تلك الأعمال حاليا يتم استكمال بعض المنجزات التي تم إيقافها من سابق ونتمنى من مكتب وزارة الشباب الرياضة الأتمام الغوي والدعم اللام حدود من أجل مساعدة نادي الجلا الرياضي على قدر المشروع طموح لنادي الجلا أتت العراقيل لكن استخراج النادي لقطعة الأرض وإقامته للكثير من الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية يؤكد إصرار الكادر الإداري على إكمال ما بدأوه وكلهم أمل في أن يكون لوزارة الشباب ورياضة ورجال المال والأعمال في المديرية دور في تحقيق ذلك نحاولنا بقدر الإمكان أننا نسير العمل في النادي ومن خلال الآن موجودنا في النادي ندعو كافة الشرايح في عدن خصوصا خور مكسر مديرة خور مكسر الشرايح الاجتماعية والتقارية وكافة أشكالها الدعم النادي لأنها هي المنقلة من صلحة الشباب تجدر الإشارة إلى أن أرضية النادي الترابية أقيمت عليها مباريات الدور الشعب الرمضاني ويتم وضع الترتيبات الأخيرة لتعشي به خلال الأيام المقبلة لكن اللوحة النهائية للنادي لن تكتمل دون دعم الوزارة وداعم الحركة الشبابية والرياضية في البلد